خلينا حضراتكم قبل كده عن بعض الألعاب اللي بتمارس داخل المدارس لا سيامة ما بين طلبة إعدادي وسنوي والمصدر دايماً إما بيبقى تحديات التك توك أو بعض الألعاب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت يومين اللي فاتوا كلام كتير جداً على الجروبات الخاصة بأولياء الأمور وكلام كتير جداً أيضاً ما بين المواطنين في البلد عن لعبة سحرية بدأت تنتشر ما بين الطلب البداية كان بهذا المنشور اللي نشرته واحدة من أولياء الأمور اسمها شيماء مشرف واللي قالت هنقول إيه لعيالنا للتحذير من الألعاب السحرية لو طفل والتنين لعبوا ألعاب تحذير الجن في السر نسكت ما ننشرش لكن عشرات التعليقات من أمهات بتقول حصل مع عيالنا نسكت إزاي طيب نحذر عيالنا إزاي ولا ما نحذرهمش ده كلام بعد عشرات التعليقات والقصص والحكاوة خلال الكام يوم اللي فاتوا عن لعبة سحرية اسمها تشارلي لعبة دي تم الإعلان عنها في العام 2015 وتعتمد على بعض الخزعبلات والألفاظ وبعض التعويز لتحضير جنية اسمها شارلي جنية الطفلة من المكسيك اسمها تشارلي بيلعبها بعض الأطفال داخل أماكن مغلقة أو الحمامات في بعض المدارس هنشوف كده تعليقات بعض أولياء الأمور أو بعض الأمهات على هذا المنشور واللي كلهم قالوا واللي كلهم قالوا أنه أولادنا تعرضوا لوحدة من هذه الألعاب يعني صاحبة هذا التعليق بتقول لو سمحت حضرتك أنا ابني في سبع سنوات في الصف التاني الانتدائي وبنتي خمس سنوات في تانية حضانة إيه المفروض أقول لهم عليه بخصوص الألعاب الحمد لله ما نعرفهاش بس معاهم زمايل في المدرسة يكون عندهم إخوات أكبر تعليقات بعضه أيضا بيتكلم في نفس الموضوع بنتي صف رابع برضو قالت لي من صحابها بيلعابة شارلي رغم أني منع أولادي من الموبايل غير وقت قليل بعد مهامهم في الأجازة إلا أن المصايب بتوصلهم من المدرسة فعلا ربنا يحفظ أولادنا جميعا وأولاد المسلمين في كل مكان تعليق آخر واحدة بتقول للأسف ابني قال لي أن زميلة لهم في الفصل جايبة كتاب سحر وشعوازة معاها بتقول لهم تعالوا قولوا الكلمات دي ما كنت تتكلمتي مع أولادي في الأمر ده لأن الحمد لله واخدى بالي جوا البيت في تعاملاتنا اللي في حدود في حدودي وعارفة اطلاعاتهم على أي المصيبة أن يوصل لهم الأمر من المدرسة ده واقع اللي بيحصل النهاردة في بعض المدارس لعبة مشهورة بتعتمد على وضع أقلام بشكل على شكل صليب أو علامة زايد لو عندنا كده صور للعبة وبعد كده بيخش الأطفال أو طفلين أو بنتين لوحدة من الأماكن المغلقة خصوصا الحمامات الأماكن الضلمة وبيبدأوا يقولوا بعض الكلمات السحرية والتعويز وبعض الجمل الغير مفهومة الموجودة في كتب قديمة يقال إنها جاية من دولة المكسيكا لعبة الشياطين زي ما بيسميها أولياء الأمور أفزعت أولياء الأمور هي لعبة شارلي واللي بدأت تنتشر زي ما هو موجود قدام حضراتكو كده هذه الصور اللي بيتم تدولها خلال الساعات اللي فاتت والمصيبة بقى أن يوم الخميس اللي فات بدأ يتم رصد أول ضحايا هذه اللعبة ضحايا كانت في مدرسة في مبابا مدرسة بنات في مبابا تسببت اللعبة في إنهاء حياة شاب 2019 رجعت جديد بقى تصير الجدل كان قبل يومين في مدرسة في مبابا وتم نقل اتنين بنات واحدة 17 سنة رانيا محمد بكر وسلم عويس 15 سنة بعد ما مرسوا هذا التحدي داخل واحدة أو واحد من حمامات المدرسة معنا فيديو ماذا حدث في مدرسة إمبابا وعربيات الإسعاف اللي جاية تنقل البنات بعد ما مرسوا هذه اللعبة السحرية وأصيبوا بعدها بإغماء وحالة هسترية الكل في المدرسة كان بيجري حدش عارف إيه اللي بيحصل البنات عملة بتصرخ طلع من الحمام بتشد في شعرها عمالين يضربوا في بعض ويقولوا جنية موجودة في الحمام بعد هذه التعويز وهذه الكلمات السحرية نتابع هذا الفيديو حسب مصادر من وزارة الصحة إن البنتين الحمد لله حالتهم مستقر لكن لما تبصت كده على هذه اللعبة واللي تم البحث عنها خلال فقط 48 ساعة أكتر من مليون وخمسمائة ألف عملية بحث فقط داخل جمهورية مصر العربية معنا صور لو نحطها كده أيوة دي طريقة لعب هذه اللعبة واللي تتلعب زي ما حضراتكم شايفين كده في الأماكن المغلقة بعيداً عن الأعين في مكان يعني مخيف ودي صورة الجنية حسب ما تخيلها بعض متداولي مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد محتاجين نسأل عن مدى صدق هذا الكلام وهل فعلاً يستطيع الطفل اللي عمره 15 أو 16 سنة باستخدام بعض الجمل والكلمات والتعويز السحرية استحضار الجن ده سؤال اللي هنعرضه على ضيفي عبر سكايب من اسطنبول الدكتور أسامة عيد الدعية الإسلامية دكتور أسامة أهلاً بيك حالة وسهلاً بحضرتك والسادة مشاهدين سلام عليكم وعليكم السلام يعني طبعاً خلال الساعات اللي فاتت الجدل اللي موجود تقريباً النهاردة في كل بيت في البلد لعبة سحرية موجودة في المدارس ألفاظ سحرية تعويز جمل غير مفهومة وبالنهاية زي ما شفنا في مدرسة مبابا بنتين أصيبوا بإعياء وصراخ ونقلوا بعدها للمستشفى هل فعلاً بعض الجمل اللي بتتقال تستحضر الجن وهل فعلاً فيه روح شريرة ممكن تحضر في المدرسة أو في أي مكان حسب نبيو قال بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على وصول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمد العبد هو رسوله وصفيه من قلقي وحبيبه اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويأمر فيه بالمعروف يعني المنكر اللهم أمين بعض الحقائق التي يجب أن نبينها ولا حتى يكون السيد مشاهد على اطلاع بأصول هذه الأمور وحقائقها كما أرادها القرآن والسنة ثم نؤسس عليه إجابة على سؤال حضرتك أمر أن الجن موجود أمر سابط وقاطع بالقرآن والسنة تحدثت عنه آيات كثيرة وأحاديث كسر وذكره النبي صلى الله عليه وسلم مران وتكران حتى سميت صورة كاملة من صور القرآن بصورة الجن وتكلمت الصورة والأحاديث عن أن هؤلاء خلق مثلنا وهم من الأمور الغيبية تماما التي لا يعلم مدى كنهها وتفاصيلها إلا خالقهم سبحانه وتعالى بعض المعلومات عندنا يقينية أنهم خلقوا من نار مثلا والجن خلقناه من قبل والجن خلقناه من قبل ومن نار السموم أنهم خلقوا قبل الإنس أنهم ذوي عقول أنهم مخاطرون أيضا بالرسالة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم وحبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أني كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبيعثت إلى الجن والإنس نعم فكل هذه الروايات تؤكد لنا أن الجن موجود وأنهم أصحاب عقول وأنهم مؤمورون ومخاطبون أيضا حتى بالشريعة وإذ صرفنا وأنهم صرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصدوا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سماعهم وجوابهم لسورة الرحمن نعم لسورة الرحمن ما نزلت تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يعني دكتور عشان بس ما نبعدش عن السؤال ووقتنا ضايق فبنعتذر لحضرتك لو نرجع لصلب الموضوع يعني السادة دي طبعا مهمة جدا لكن فكرة أن وجودها هذا الجن أنه يستحضر من قبل أطفال هذه فكرة سازجة وفكرة خرافية وأنه بتعويزة معينة في أطفال يحضروا جن طبعا كل المشهد المحضرات شفتوا في المدرسة ده ممكن أن نسميه لعب أطفال نعم أنه هم أغلقوا على أنفسهم وبعدين حد صرخ الجنية جات وطلع الأولاد يجروا وفي الأخرى نحن ما شوناش حاجة فلازم نسقطه على هذا أنه ده لعب أطفال طيب بما تفاسر يا دكتور حالة الهستيريا التي تعرضت لها الطالبات وضل سنهم 17 و15 سنة مش صغيرين وبعد كده أصيبوا بانهيار عصبي ونقللوا للمستشفى بما تفسر هذه الحالة وفيصلوا بخيالات يعني هؤلاء أنهم عاشوا حالة الإنسان لما بيجعل نفسه حالة معينة حالة نفسية معينة يغلق النور ويستحضر مثلا يشاهد في المرعب وكذا إذا أعد سرح مع خياله بيفزع فهم يقول لما عملوا استحضار معين وكذا أصيبوا أحطوا نفسهم في حالة نفسية معينة وصلوا هذا والطبع النساء بصفة عامة عاطفي يميل إلى الخوف فممكن البنات من هذا الجانب هذا نفسره لكن اللي عايز أنا أتطرقه لو حضرتك تسمع لي هو جانب هام جدا جدا وهو الغياب الهائل والفراغي اللا محدود اللي وصلت إلى مجتمعاتنا في المدارس والبيوت والمؤسسات غيرها لو عندك وقت نتطرق فضل فضل دكتور فعجالة فضل نعم اللي حصل ده هو طبعا الغاز والفكرة والثقافة اللي مستمرة على أمتنا ولسه كل شوية بتطلع لنا لعبة نعم وألعاب معينة بتيجي من بره من التطبيقات المعينة لكن المشكلة الكبيرة التطبيقات دي زي بتوصل لولادنا وازاي بتأثر فيهم وازاي بيدخلوا في التحديات دي هو ده اللي لازم يتواجه وده اللي لازم تقوم الأمة كلها والمجتمع كله من البيت الأسرة الأب والأم المدرسة والمشرفين والمساجد والدولة كلها لازم تستنفر لحجب مثلا هذه المواقع التحذير بصفة دائمة منها في خطب الجمعة وفي المدارس وفي المناهج وفي البيت فهؤلاء الأمور تعقد دورات للتحذير من هذه على مستويات كبيرة على وزارات معينة تتبنى هذا وزارة ثقافة مثلا تتبنى هذا إذا صح العزم وصدقة النية لمواجهة هذه الأخطار لأن ده مشاكل كبيرة جدا جدا شوفنا من كام يوم برضو في المدارس تحديات معينة كانت هتودي بحياة أطفال نعم اليوم نفس القصة وهذا لن يكون الأخير إذا ظل المجتمع في غياب تام عن رقابة المناهج ورقابة ما يبثل لأمتنا وما يصرف إليها من تطبيقات وفيديوهات وغير ذلك شكرا ثم مصلحين مصلحين نحوه تماما أنهم يوجهوا الناس ضيق عليهم أو أبعدوا في النقابات في المؤسسات في الاتحادات وغيرها فده للمفروض المجتمع يحشي الطاقاته كلها من أجل الحفاظ على أبنائنا وجلنا القادم في المدارس ومؤسساته الجماعات وغيرها شكرا دكتور أسام عيد الدعية الإسلامية على هذه الإضافة إذن مشاهدين حسب كلام الدكتور أسام عيد هذا الموضوع لا يعده مجرد تأثير نفسي وشعور متبادل ما بين الطلاب بحالة استحضار للجن لكن الجن لا يتم استحضاره باستخدام تعويزة أو مجرد كلمات سحرية حسب ما يتم تدوله الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وإنما الموضوع مجرد تهيئة نفسية بيعيشها الأطفال على ذكر الكلام اللي قال له الدكتور إن الموضوع فعلا بدأ ياخد حجم أكبر من مجرد التهيئة النفسية النهاردة عندنا إصابات ويمكن اللي حصل في مدرسة العبور مدرسة أبناء النيل الدولية في العبور قبل كم يوم بيقول إن الموضوع بقى خطر فيه تحدي تاني بيتم تصويره النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على تطبيق تيك توك بيعتمد إن الأطفال بيشيلوا بعض ويرمز ملهم على الأرض فيكتشف أو يختبر مدى تحمله النهاردة الداخلية بتكشف تفاصيل إصابة طالب بالشلل وكسر في الفقرة في الفقرات ده خلال تصويره لأحد فيديوهات التيك توك أعتقد معنا الفيديو اللي بيتكلم عن لعبة الموت وهو اللي حذرت منه وزارة التربية والتعليم بعد انتشاره واللي كان في سبب أو كان سبب في شلل تام لطالب في مدرسة أبناء النيل الدولية أبو الأبوض نتابع هذا الفيديو يعني حاجة في منتهى البشاعة أن الطفل يتشال بالشكل ده وقعد كده يترمي على الأرض بهدف تصوير أحد الفيديوهات الطفل اللي قدام حضراتكم أحمد كان ضحية هذا الفيديو النهاردة نايم في واحدة من مستشفيات القاهرة مشلول غير قادر على الحركة بسبب هذه التحديات دينا تحرك برلماني لحظر هذه الألعاب وقاله تنتهي بالشلل التاب برلمانية وعضو وعضو مجلس نواب بيتقدموا بطلب إحاطة لبعض الجهات المعنية في الدولة لا سيامة مجلس النواب لحظر هذه الألعاب أيضا الموضوع تطور خلال الجلسة السباحية اليوم في مجلس النواب ومطالبات بحظر تيك توك حسب ما جاء في هذا البيان يهدد حياة الطلاب برلمانية تطالب بإغلاق تطبيق تيك توك في مصر قالت إن الموضوع خرج عن السيطرة وأصبح خطر على روح ولادنا أما وزارة التعليم فبيان رسمي للمتحدث باسم الوزارة شادي زلطة صباح اليوم أكد إن الوزارة بتتابع عن كثب ما حدث في مدرسة مبابة وعمل توجيهات مهمة للمدريات برأيي في هذه الحادثة تحديداً وزارة التعليم بريئة التوجيهات لازم تبدأ من البيت لازم من النهاردة توجه ابنك ما ينفعش يتفرج على الحاجات دي ولو تفرج عليها ما ينفعش يقلدها أنا فجأت من خلال أقل من 48 ساعة مليون وخمسمائة ألف عملية بحث عن هذه اللعبة رغم تحذيرات أولياء الأمور تحذيرات وزارة التعليم النهاردة مجلس النواب بيحذر عايزين الأسادزة والمدرسين يتكلموا الطلبة عن خطورة هذا الموضوع تمنى فعلاً يكون عندنا أداة حكومية للسيطرة على مثل هذه الألعاب إن الموضوع ربما يدخل في مشاكل حصل عملية وفاة في العام 2019 بسبب ذات اللعبة نهاردة الأطفال في حالة رعب من انتشار هذه الألعاب